شحب حضراتكم من جديد أهلا بكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهار ده من 10 الصبح في الأهلي في الفقرة دي هنتكلم عن مبدأ كلنا عارفين وفكرة إن الفيتامينز مفيدة للجسم كلنا عارفينها لكن مش بالضرورة يكون كلنا مدركين إلى أي درجة الفيتامينز مهمة للجسم زائد مش بالضرورة نكون عارفين طب هي مهمة لإيه أو في إيه أو أهميتها دي بتتحقق من خلال إيه والأهم من ده كله طيب في حال نقصان الفيتامينز في نقص الفيتامينز معينة في الجسم فإنعكساته إيه على الجسم وعلى حالة الصحية العامة كل دي أمور هنتكلم فيها ما قال ليها وحشة كبيرة والله يعني أنا نفسي بقالي فترة ما بنتهاش دكتورة دين أبو السعود أهلا بيك أهلا بيك يا كريم وحمد الله على سلامتك الله يسلمك ربنا يخلي وحشنا كلنا وجمهور الأهلي برضو أنت كنت وحشهم قوي برضو ربنا يخليك يا دين أنا سعيد أن أنا معكي النهاردة وسعيد كمان أن احنا هنتكلم في الموضوع بصفة خاصة لأن أكيد أنت قادرة مني بكتير عارفة أن كلنا عارفين الفكرة العامة المبدأ نفسه فكرة أن الفيتامينز مهمة للجسم لكن مهمة إزاي وفي إيه وفي صورة إيه ونقصانها ينتج عنه إيه كل دي بقى لو تسمحيننا أمور عايزين نتكلم معاكي فيها تحب أن يبتدي من فين أن الفيتامينات مهمة جدا والموضوع مش option يعني أن احنا ناخد فيتامينات من الأكل ونركز في الأكل الصحي دي حاجة مهمة جدا الفيتامينات مهمة لكذا حاجة يعني أنا بقول هو أسلوب حياة مهمة لمنعاتنا من غير فيتامينات مفيش مناعة في الزمن أحنا أخلصنا من أهوة لسه موجود أكيد كورونا لكن دخلنا فيتريات فتر اسو دخلنا في جودة رئيه يعني بينا كل يوم نسمع جودة الأرود مؤفرة بالزبط عن حاجات كثيرة جدا لو منعتي قليلة الفيروس والفتريات ستتمكن مني المكون الأهم للمناعة هو الفيتامينات مهمة جدا ومن الفيتامينات المهمة جدا المناعة فيتامينات مهمة جدا المناعة ومهم إعادة امتصاص الحديد يعني بتلاقي مثلا الدكتور لو كاتب حديد لبيشنت لازم يكتب له فيتامينات سي معاه لأن الحديد من غير فيتامين سي الحديد بيسموه معادة ملك صعب امتصاصه الفيتامين سي هو اللي بيزود امتصاصه فدي حاجة مهمة جدا ومهم جدا الزنك الزنك مهم للمناعة مهم للشعر مهم لكل العمليات الحيوية وحلقات سبا أنت قلت لنا أن الزنك ما بيشتغلش غير معوجود عنصر تاني نحاس الكابر لأن فيه فيتامينات بتشغل بعض زي كالسيوم وفيتامين دال ممكن يبقى عندي نقص في الكالسيوم الكالسيوم مهم جدا صحة العظم وصحة السنان وصحة القلب انقبض عضلة القلب لكن الكالسيوم مش هيخش العظم لو أنا فيتامين دال عملت التحليل بتاعه لقيته أقل من 20 فده نقص يعني فيتامين دال هو اللي بيساعد الكالسيوم على تقول العظم وبالتالي اللي استفادة منه بالزبط يعني لو أنا خدت الفيتامين دال من غير المكمل ليه كده جسم يستفيدش ولا ممكن يبقى فيه ضرر بص يا كريم احنا معظمنا عندنا نقص فيتامين دال لو اي حد بتفرج وبالذات الستات وما بياخدوش فيتامين دال وفيتامين دال مش موجود بقطرة في الأكل وموجود من أشعة الشمس هنلاقي عندنا نقص فيتامين دال هو المفروض ما يقلش عن 20 الاحسن ما ما يقلش عن 30 فلو لقيت نقص فيتامين دال الشمس مش كفاية لازم أخذ سابليمت والسابليمت بتاع فيتامين دال بيبتحت إشراف الدكتور طب احنا قلنا ان دال فيتامين استثنائي مش موجود قوي في الأكل لقدمها موجودة أشعة الشمس طب بقية الفيتامين اللي هي موجودة منها في الأكل هل كميات الأكل يعني عشان نحصل على القدر المطلوب من الفيتامين فريدي نزا يستدعي أكل كتير احنا مش قادرين عليه مثلا فيتامين سي موجود في الحاجات السترس الجوافة الطماطم البرتقان اللامون لكن ممكن النهاردة أنا واحدة يمكن بقالي مثل ثلاث سنينة مكلتش جوافة ما بحبش الجوافة بصراحة يعني ممكن يعني ممكن ما يكونش سلطة النهاردة لكن لازم فيتامين سي تاخد كل يوم يعني الجسم محتاج فيتامين سي يوميا هي دي المشكلة ان احنا مش كل يوم بنعتمد على الأكل الصحي أحيانا كتير بنأكل من غير سلطات ده في ناس بتقضي عمر كامل في أكل غير صحي بالظبط يمكن للواحد لما كنت في الساحل ما بحبش أكل سلطة مثلا برة لأن في الحر وكده بيحصل ممكن تضرب مثلا فتلاقيني طول الوقت ما باكلش الأكل الصحي فلازم ألف مولتي فيت يبقى معايا أخدوا كل يوم أو الفيتامينز اللي الناس مرتاحة عليه أنا عن نفسي بحب ألف مولتي فيت ألف مولتي فيت من أقوى المكملات الغذائية لدعم المناعة رقم واحد ولدعم الطاقة محتاجة أن أنا أعرف أدير طاقتي كثير مننا جدا من جميع الأعمار بيشتكي من قصة الكسل وحتى صغار السني وهي دي المشكلة وصغار السني بعدهم مش مرض مزمن يقضي إلى كسل من أمراض الكبد والكلة والقلب لكن طول الوقت كسلان لأنه عنده نقص في فيتامين بي فيتامين بي مهم جدا للحياة الكوبالامين مهم الفوليك أسد مهم البيوتين الثيامين كل الحاجات دي عقلة فيتامين بي صعب أن أشتري فيتامين من الصيدلية في كل عقلة فيتامين بي السهل لده هيبقى بس في قلب مالتي فيت لو أنا دخلت للصيدلية وقلت للصيدالي أنا عايزة مالتي فيتامين يحتوي على كل عقلة فيتامين بي يقولك لا المالتي فيتامين بي دايب فيه كل حاجة مع ده الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 المسؤول عن تكوين كرات الدم الحمرة ده موجود لكن مش موجود مع الثيامين قلب مالتي فيت باخده وانا عارفة أنه فيه كل العائلة بتاعت فيتامين بي. وقلبه مالتي فيت موجود في السياداليات. احنا موجودين في سلسلة السيادالات. ثاني الفيتامين الوحيد اللي ليه تفريعات مختلفة هو فيتامين بي. آه طبعا. بلس أن قلبه مالتي فيت دخله الزنك. الزنك مهم للشعر للبشرة. حمض المعدة بيحب الزنك جدا. جدا. الزنك مهم للخصوبة عند الرجال. لا قبل بس الخصوبة خليل نقف كده عند الحتة بتاعت حمض المعدة. لأنه فيه ناس كتير ممكن تبتشتكي من الإحساس ده بينتق عنه حتى ألم في بعض الأحيان. فده بيسكنه؟ لا هو مش مسكن. هو بيقعد الحمض المعدة. فدي حاجة مهمة. وعايز أقول أي مشكلة في الجهاز الهضمي ما نفتيش في أدوية أجهزة الهضم. بلاش نفتي في أدوية الحموضة. يعني أنا حاسة مش عارفة. بلاش نفتي في كل حاجة. لا بلاش أدوية الحموضة بليز. بس بينا نفتي زينا. لا لا لا. ده نحن بيكتب لبعض روشتات يا ستة كوري. دي كارسة. طبعا. دي كارسة بصراحة. ومش عارف إيه إضرب أنتبيوت. لا ولا جاربت الدول فولان يعمل معي شغل نار فأخذ منه. لا 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 أدوية لازم تبقى تحت إشراف طبيب. وقصة المسكنات تحت إشراف طبيب. ومش عمال على بطال أخذ مسكنات ومش عمال على بطال أخذ مضادات حيوية. مضادة حيوية ويعمل على بطال هيهديني المناعة فور شور. فلازم كل الحاجات يتبقى بحسبان. ألب مالتي فيت ليه بقول أنه قوي جدا. لأنه فيه 13 عنصر معدن وفيتامين داخل كابسولة أو أرس واحد بس من ألب مالتي فيت. فأنا بأخذ منه أرس واحد بعد الفطار أو بعد الغدى بساعة. يبقى أنا كده المناعة متطمنة عليها. التمثيل الغذائي وصرعة الأرض وصرعة الحرق متطمنة عليها. صحة العظم عندي متطمنة عليها. لأنه بيحتوي على كالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام. لو أنا عملت تحليل كالسيوم ولقيت فيه نقص شديد في الكالسيوم. ممكن وقتها أقول ألب مالتي فيت مش كفاية. لازم أرجع لدكتور. أنا بتكلم أن ألب مالتي فيت حلو لنا للناس اللي ما عندهاش أمراء يعني ما عندهاش مشكلة.